سودان على هذه المجهودات التي بالتأكيد هي مقدرة في ميزان الحسنات شكراً لحضورك معنا هنتواصل من خلال صباح الشروق قل لكم معنا ومضابعين فقراتنا موسيقى منطقة جبال النوبة بولاية جنوب كردوفان تعج بفنون شعبية متنوعة وفقاً لتعدد وتنوع القبائل ربما لطبيعة المكان ذات المناخ المتنوعة والجبال المنتشرة في معظم مساحات المنطقة أثر في تكوين مزاج السكان وإقاعات فنون والتراثية المختلفة والتي لا تكاد تبتعد كثيراً عن بعضها البعض تتميز الألعاب الشعبية عند قبيلة طبق بالحركة والإقاع السريع الذي عادة ما يصاحبه رقص جماعي من قبل الرجال والنساء معاً داخل حلبة الرقص وثم تآلات شعبية تحدث أصوات تتماشى مع للحان والرقص لأحداث المزيد من الإثارة خاصة عند ضرب الأرض بالأرجل مع اهتزاز وتمايل الجميع طرباً وانفعالاً مع لقاع والكلمات الملحنة المنسابة من الحناجر وهي كلمات رقيقة شاعرة تمجد تراث القبيلة وتحسهم على التمسك بتقاليدهم المغروسة سيما وهم كانوا حكاماً في غابر الأزمان قبيلة طبق التي تنتمي إلى بضوعة الأجان هي إحدى مجموعات القبيلة النوبية التي كانت تسكن في الولايات الشمالية والدليل على ذلك لا زالت دهجتهم تحمل تراث الممالكة النوبية التي نشأت هناك في فترة تاريخية تمتد إلى عهد الفراعنة وحضارتهم التي تفتقت فكانت الهرامات التي بيزتها عن غيرها وأسجلت ثقافتها بأحرف من الهيروغلوفية على جدار التاريخ الإنساني سكنت الأجانب بعد هجرتها القصرية من الولايات الشمالية في منطقة سوبا الحالية إضافة إلى جزيرة توتي وكذلك جبل الأولياء وأسمها المناطق المذكورة لها معاني في لغة الأجانب بيد أن العهد العربي أدخل عليها بعض التعدلات فكانت سوبا بدلا من شباكي والبركل بدلا من بركلي وهكذا تتحد اللهجة النوبية في جبال النوبة مع لهجات المحس والدنغلة والكنوز وغيرها من القبائل النوبية في شمال السودان هناك تقاليد تمارس في عياد الحصاد والأفراح والمناسبات الاجتماعية عموما وتفرد لها أغار خاصة تمالها وقتا خاصا سيما ما يطق عليه محليا بالسبر الذي يعد له إعدادا جيدا من حيث الملبس والأكل والشرب فهو بمثابة عيد عند هذه القبائل وتحضره بجموعات كبيرة من أبناء القبيلة والقرى المجاورة في مناطق السودان المختلفة في تقاليد الزوائد تقدم الخراف كإعلان لخطوبة البنت عند قبيلة طبق وفي يوم الدخلة تصنع الوليمة من بعض الحبوب الغذائية التي تجرع في المنطقة وهي متوافرة بكميات كبيرة وثم تغاني بمصاحبة الحكامة وللنقارة أو الطبل صولات وجولات في قرية طبق ولطالما تشهد ضرباته ونغماته على تقاليد قديمة ظل جزءا من طريقها في المنطقة ويبقى التراث الشعبي المتميز جزءا من تاريخ القبائل المتعددة والتي من اختلفت في بعض ثقافاتها ولهجاتها إلا أنها جميعا ترجع إلى وصول واحدة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة